السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد موضوعنا اليوم هو عن المهارات الأساسية للقراءة قبل أن ندخل فيه نريد أن نستذكر بعض القضايا التي تحدثنا عنها و هي قضايا مهمة في القراءة نبدأ أولا عندما ذكرنا أن القراءة تتكون من نشاطين يقوم بها القارئ النشاط الأول هو نشاط بصري بالتنقل بعينه والتقاط هذه الكلمات أما النشاط الآخر وهو المعتمد عليه في القراءة والجهد يكون فيه ألا وهو نشاط العقلي أو النشاط الذهني و يكون بفهم المعاني أي معاني المفردات و كذلك الجمل و معرفة ما بينها من علاقات و هذه القضية مهمة جدا و سنذكرها أثناء شرحنا الآن التوليف بين هذه الجمل و المفردات و معانيها لأجل أن يفهم القارئ و معنى النص كذلك استفادته كما استذكرنا و كما تكلمنا من مخزونه المعرفي و كذلك من معارفه الثقافية في كثير من العلوم كذلك أيضا تطرقنا إلى مفهوم القراءة و قلنا أن القراءة عملية يراد بها الربط الربط بين ماذا؟ بين الرموز المكتوبة ألا وهي الحروف و الكلمات و الجمل و أصواتها أي الأصوات التي نسمعها لأجل ماذا؟ لفهم المعاني فنفهم معاني هذه الجمل و معاني هذه الرموز أي دلالات هذه الكلمات و إدراك المعاني التي بين السطور إذن فهم المعاني أي فهم السطور إدراك المعاني بين السطور يحتاج إلى فهم أعمق ثم و ما خلفها أي و ما وراء تلك السطور إذن هكذا القارئ يقرأ هو يفهم السطور و يفهم ما وراءها و يستنبط ما خلفها أهداف درسنا طبعا درسنا سنجزئه في ثلاثة دروس هذا اليوم نأخذ المهارات الأساسية القراءة ثم بعد ذلك نتكلم عن فهم القارئ و كيف يفهم ثم نتكلم عن الأسئلة التي توضع لهذا الفهم و في المجمل الأهداف أن يحدد القارئ مستويات الفهم لكل مهارة من المهارات و المهارات الأساسية لكل مستوى أن يطرح أسئلة تمثل هذه المستويات أن يتجاوز ظاهر النص أي السطور و يدخل إلى ما بين السطور إلى مضامينه و مراميه كذلك أي إلى ما وراء هذه السطور محاكمة النص المقرؤ و هذا في النقد و تحليله و تقويمه و الكشف عن مدى مصداقيته إبداع نصوص و مقترحات و أفكار جديدة في ضوء النص المقرؤ إذن هذه الأهداف التي نتوقع أن نصل إليها بعد أن ننهي المهارات الأساسية للقراءة و ما يتلوها نبدأ أولا بهذه المهارات أول مهارة هي القراءة الآلية هي مجرد استخدام البصر للوصول إلى تلك الكلمات كما يسمى تهجي الكلمات مهارتها فك الرموز البصرية دون الوصول إلى المعنى كمن يقرأ لغة يعرف رموزها أي يعرف أبجديتها أي أنه يستطيع أن يقرأ باللغة الإنجليزية لكن حصيلته مثلا في المعاني أو في الكلمات هي قليلة فهيستطيع أن يتهجي الكلمات لكن لا يعرف المدلول ولا يعرف المراد من هذه الكلمات وتلك الجمل هذه القراءة الآلية وهي كما يقرأ أو كالقراءة الذكية الموجودة في بعض الأجهزة فيتقرأ ما هو موجود لكنها لا تفهم القراءة التي بعدها المرحلة الأخرى هي قراءة السطور أي القراءة الحرفية ما مهاراتها؟ تذكر التفاصيل والمعلومات الواردة في النص عندما يقرأ التفاصيل تكون حاضرة أمامه يستطيع أن يعرف أجزاء هذا النص أفكاره الرئيسة والثانوية يعرف هذه التفاصيل الموجودة عندنا في هذا النص والمعلومات كذلك كذلك يتحديد الأفكار الرئيسة ويفرق بينها وبين الأفكار الجانبية المذكورة بصراحة في هذا الكلام أخيرا وليس آخرا معرفة أنماط تنظيم النص وبنيته وهذا مهم جدا عندما تكلمنا عن أنماط تنظيم النص القارئ الذي يقرأ قراءة حرفية هو يتعرف على هذا النص كيف رتب ما الوسائل التي استخدمها الكاتب لإيصال المعلومة وكذلك لتنظيم هذه المعلومات داخل هذا النص حتى يستفيد منها في الوصول إلى المعاني ولذلك القارئ هنا هو يقرأ السطور في حد ذاتها القراءة التحليلية أو التفسيرية أو قراءة ما بين السطور هنا دور العقل هنا دور الذهن هنا دور التعمق في النص هنا دور الاستنتاج الاستنباط الاستخراج مهاراتها محاولة إعطاء تفسيرات وتحليلات لما يقوله الكاتب أي أن الكاتب لم يذكرها صراحة لكنك أنت تستنبط تستخرج تستنتج من كلام الكاتب مثل هذه الأمور هي أيضا هذه القراءة التحليلية ترمي إلى تفسير المشاعر والعواطف والأحاسيس وخاصة في النصوص الأدبية ربما في النصوص العلمية قد لا تكون موجودة بصورة واضحة أو قد لا تكون موجودة أبدا لكن في النصوص الأدبية الأدب يقوم على العاطفة وبالتالي القارئ عندما يقرأ هذا النص هو ينظر إلى هذه العاطفة بعين اعتبار لتأثيرها على المعنى ولأن الهدف في الآخر من هذا النص الأدبي هو إبراز تلك العواطف والمشاعر فهو يستطيع أن يفسر هذه المشاعر ويحلل الشخصيات الموجودة خاصة في أسلوب القصة والمسرحية أو غيرها أيضا هو يستخلص النتائج ويفهم الأفكار الضمنية في النص هي ليس مصرح بها هي موجودة ضمن النص فهو يستنتجها ويستنبطها ويصل إليها فهي عمل تحليلي تفسيري القراءة التي بعدها القراءة النقدية معنى النقد يعني بيان الزيف والنقد لا يعني النقد أن تذكر الأمور السلبية قد يكون النقد ذكر ما أجاد فيه هذا الكاتب وذكر ما نقص عنده وذكر ما تخالفه أنت فيه وكذلك الإبداعية وسنفصل فيهما ونفرق بينهما أي قراءة ما وراء السطور إذن ما وراء السطور أنت الآن وصلت إلى مرحلة تنقد هذا النص ولذلك تحاول أن تصدر أحكاما عليه على مصداقية هذا النص وحياديته وعدمها واتساقه أو تفكك هذا النص وجود خلل فيه كل هذه الأمور تصل إليها بعد أن تقرأ قراءة حرفية ثم تحلل ما قرأته بعد ذلك تنتقل إلى قراءة ما بين السطور فتستطيع أن تصدر مثل هذه الأحكام كذلك الاستفادة من النص في حل مشكلات جديدة وهذه القراءة الإبداعية وسنفردها إن شاء الله في الدرس القادم بمزيد من العناء نفرق بينهما ونعرف كل نوع منها ما هو مهاراته الموجودة فيه إذن هكذا القراءة المهارات الأساسية للقارئ عندما يقرأ هو يقرأ قراءة آلية حرفية أي أنه يستطيع أن يتهجي الكلمات لكنه يصل إلى المعاني يدرك المعاني يعرف تركيب النص يصل إلى أفكار الرئيسة والأفكار الجزئية ويتعرف على تنظيم هذا النص كيف نظم؟ يتعرف على بنيته كيف بني؟ هل فيه مقدمة وعرض وخاتم؟ ما الأعراف التي وجدت فيه حتى يستطيع توظيفها إذا وصل إلى قراءة تحليلية فيوظفها في الوصول إلى المعنى العميق للنص فإذا وصلنا إلى قراءة تحليلية هنا يفكك هذا النص يحلله يحل المعانيه ويعرف ما وراء تلك المعاني يعرف ما بين السطور الكاتب ما هي المعاني التي لم يقلها لكن هي تفهم من كلامه ماذا أفهم من كلامه؟ ماذا أستنتج؟ ثم يصل بعد ذلك إلى القراءة النقدية ما هدف الكاتب؟ ما مشاعره؟ هل هو صادق فيما يقول؟ هل هو حيادي أو غير حيادي؟ كل هذه أحكام يصدرها القارئ بعد أن يقرأ قراءة تحليلية هل أجاد في عرض الأفكار؟ هل أدلته منطقية أو غير منطقية؟ كل هذه الأمور يصدرها القارئ في النقد على أي نص موجود عندنا؟ طال أو قصر؟ سواء كان النص هذا علمياً أم أدبياً؟ ولكل نص طريقة تعامل معي وطريقة تحليل كذلك لذلك عندما ذكرنا أن النص الأدبي نحن ننظر ونبحث كثيراً عن العاطفة النص العلمي نبحث أكثر عن الأفكار لتعددها سواء كانت أفكار رئيسة أو جانبية لو ننظر إلى المثال الذي معنا هذه أبيات لهذا الشاعر عندما نقرأها قراءة حرفية نتعرف إلى الكلمات والجمل حتى نستطيع أن نعرف المعنى العام الشاعر يقول وأعرض عن مطاعم قد أراها وأتركها وفي بطن طواء يعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء استطعت أن أقرأها وأنا تهجاها ونعطي كل رمز صوته المناسب له واستطعت أن أصل إلى المعاني أي معاني الكلمات نريد أن نصل إلى الأفكار أي مرحلة تحليلية عندما تحلل النص هنا وأعرض الكلمة لها دلالة ما قالوا أجتنب قال أعرض الإعراض هو أقوى في الدلالة لأنه يقتضي البعد الكامل أعرض عن مطاعم ذكر كلمة مطاعم أي أشياء يطعمها الإنسان لم يقل مطعماً واحداً إنما قال مطاعم تدل على كثرتها ومع كثرتها إلا أنه يعرض عنها جعلها نكرة والنكرة هنا يفيد الاستغراق يدل على النكرة تفيد العموم ولذلك هي تدل على أشياء كثيرة لا تدل فقط على المطعم الذي يؤكل هي كل ما يشتهيه الإنسان هو يعرض عنها قد أراها كما يراها غيري وأنظر إليها كما ينظر غيري وأريدها كما أريد غيرها لكنني أتركها ما قال أبتعد عنها لاحظ دلالة دلالة الكلمة في السيق لها دلالة أتركها إذن برغبته وليس رغماً عنه وأتركها وفي بطن انطواء عبر بالبطن ولا يقصد فقط البطن هو يقول في بطن انطواء أي أن هذا البطن فيه ضمور فيه حاجة لهذه المطاعم أي أنه يشتهيها يريدها لكنه مع ذلك يعرض عنها يا ترى ما السبب السبب ذكر بعد ذلك في أبيات إلى أن وصل فقال يعيش المرء قال يعيش أم يقول يحيى يقول يعيش ما الفرق بين دلالة يعيش ويحيى ابحث عنها في معاجم اللغوية لكل كلمة دلالتها ودلالة هذه مناسبة لهذا السيق ما استحيى بخير إذن وصل إلى الذي يريده هو يتكلم عن الحياء والحياء وهذا الخلق خلق النبيل يبعثك على تجنب كل ما يضرك ويشوي صورتك أمام الآخرين وكذلك يرغبك في كل أمر هو حق من حقوق الآخرين فتفعله إذن الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال النبي على السلام ولذلك الحياء شعبة من شعب الإيمان وكذلك لا بد أن تفرق بين الحياء والخجل فذاك له دلالة وهذا لدلالة الحياء محمود أما الخجل فمذموم وفرق بينهما ولذلك هو يقول يعيش المرء ما استحيى بخير أي يعيش في حياة كلها خير ونكر خير لها دلالة التنكير ويبقى العود أتى لنا بهذه الصورة البيانية يريد أن نتخيل بمعنى أنه عندما ذكر هذا الأمر قد ربما أن السامع لا يدرك ماذا يريده هو كيف أنت تتعرض عن هذه الأشياء التي تريدها لمجرد الحياة ولمجرد أن الإنسان يعيش بخير إذا استحيى ولذلك أتى بهذه الصورة البيانية ليثبت رأيه فيقول ويبقى العود عود الشجرة الذي به عيشها وبه بقاؤها هذا العود أي جذع الشجرة هذا يبقى فإذا بقيت العود بقيت الشجرة ويبقى العود ما بقي اللحاء ولذلك هو يشبه اللحاء لحاء الشجر بالحياء أنظر إلى التجانس اللفظ بينهما اللحاء لحاء الشجرة كما تعرف هو يحميها مما يضرها ويبقيها ولذلك لا تخرج الرطوبة التي فيها ثم لا تموت بعد ذلك وكذلك الحياء ويمنع الإنسان عما يضره وبالتالي هو يعيش بخير فهذه الصورة ويبقى العود ما بقي اللحاء وظفها الشاعر لأداء هذا المعنى الذي يريده انظر كيف حللنا النص بداية قرأناه تعرفنا على معانيه العامة ثم بعد ذلك بدأنا نحلل الأفكار نحلل الأساليب ننظر إلى التشبيهات ثم بعد ذلك تأتي الخطوة الثالثة ألا هي خطوة النقد أين أحسن؟ أين أساء؟ هل هذه الكلمة دلالتها مناسبة للنص؟ أو لو أنه أتى بغيرها لكان أفضل كل هذه الأمور يستطيع القارئ النص أن يحكم على هذا النص بجودته أو بنقصه أو بإساءته في جوانب معينة لكن بعد بعد أن يقرأ قراءة حرفية وبعد أن يقرأ قراءة تفسيرية تحليلية يصل فيها إلى مضامن النص ومعانيه إذن مهارات القراءة عندنا مجموعة مهارات أساسية حتى تستطيع أن تقرأ قراءة جيدة لا بد أن هذه المهارات تكون موجودة عندك وسنفصل بصورة أكبر عندما نتكلم عن مستويات الفهم فأن لكل مهارة من هذه المهارات لها أسس معينة تقوم بها أو يقوم بها القارئ ليصل إلى تلك الأفكار ولذلك كل هذه المهارات سنذكرها غدا لكن بالتفصيل عندما نتكلم عن مستويات الفهم أي فهم المقرؤ وفهم المقرؤ مهم جدا وكثير من الطلاب مشكلته اللغوية هي في فهم المقرؤ ولذلك عندما يختبر في استيعاب المقرؤ نجد أن درجات تكون قليلة في هذا الجانب السبب هذا هو السبب أن اللغة عندما تتعلم لغة فإن مراحل تعلم اللغة متعددة تبدأ بالاستماع بالمحادثة إلى الكلام ثم تأتي أو يأتي بعد ذلك القراءة والقراءة العميقة والقراءة التي يكون فيها استيعاب لما تقرؤه هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد